المشاهدين الكرام الولايات الشرقية ريتشهد تساقط أنطار كما تبسا قلمة وسوق هرس كذلك على قسنطينا هنا بالعاصمة تاني صباح تحت شرقية تخفيفة على المناطق أقول بالعاصمة في حين لاشي ان شاء الله تبقى دايما اشتاء تميز المناطق الشرقية تاني تساقط لتواج يخص المرتفعات الشرقية ليزيد علوها عن ألف متر تكون أكثر كتفة على منطقة الأولاس لاشي ان شاء الله نشوفو حالة طقس المرتقبة لاشي ان شاء الله اذا كان امكان العشية الحارة سيكون مغيم على المناطق الشرقية ستكون دايما أمطار بالمناطق الشرقية للوطن بالمناطق الوسطى الحارة سيكون مغيم احتمال أنه تطيع قطارات فقط من الأمطار بالمناطق الغربية لحال اليوم العشية سيكون مشمس على العموم بالجنوب الحارة سيكون مغيم على جنوب الدرار حتى على منطقة تيندوف وصولا إلى منطقة الواحد يبقى الحاجب على العموم هذا على أغلب المناطق الجنوبية للوطن درجة الحرارة التي سنسجرها اليوم لشيء إن شاء الله أحتلحق إلى حوالي 16 درجة على العاصمة تيبازال بديدة بومردس حتى على وهران ومست غانم تلمسان ومعسكر 12 درجة بعنبا وجيجل حتى على تيزي وزور 15 درجة بالغواط 6 درجة ببتنة 8 درجة على سطيف وقصنطينة في حدود 20 درجة على عين صالح 19 درجة بأضرار 22 درجة بتيندوف 16 درجة على بشر وغردية في حدود 18 درجة على الوادي إليزي وجانت 20 درجة على تامناست وفي حدود 24 درجة بأقصى الجنوب كأعلى مقياس على بورج باجي مختار وعين قزام للصيادة والبحارة قلكم أن البحارة على السواحل الغربية سيكون شباب يتحول منك إلى قليل الإتراب الريح فيها ستكون مختلفة الاتجاهات مع الأشياء تولي شرقية إلى شمالية الشرقية الحق سرعتها إلى حوالي 30 كم في الساعة أقول هذا على السواحل الغربية على السواحل الوسطى والشرقية البحارة سيكون مضطر بريح ستكون من شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها من 30 حتى 40 كم في الساعة قلكم فقط أنتم الصيادة أن الرؤية على السواحل الغربية ستكون حسنة على السواحل الوسطى والشرقية الرؤية ستكون متوسطة التفاع الأموجة حي الحق إلى حوالي متر واحد فقط هذا على السواحل الغربية إلى حوالي مترين على السواحل الوسطى على السواحل الشرقية يلحق إلى حوالي 3 أمتار نذكر فقط مشاهدينا أن هناك اضطراب جوي سيخص المناطق الغربية والوسطى في تساقط أمتار ستكون معتبرات تانية سيكون الحال بالزبرت خاصة على المناطق الغربية والوسطى للوطن سيكون تاني فيه تساقط للتولوج